وينضم إلينا من بغدادة نائب فائق الشيخ علي استفائق أهلا بك إلى نشرتنا شكرا لحضورك يعني عام مر على عمل المجلس يعني كنائب ترأس اللجنة القانونية نائب ناشط أين تتقبل الانتقادات الموجهة لبرلمانكم وأين ترفض هذه الانتقادات لا أرفض أستاذ محمد علي أي من الانتقادات التي قيلت وعلي أن أتقبل كل الانتقادات لماذا؟ لأن الشارع العراقي والشعب العراقي كان يراهن على الشيء الكثير بينما هو بعد مرور عام لم يحصل على أي شيء رغم أن هذا البرلمان هو نتاج وخيار الناخبين من العراقيين يعني هو لم يأتي اعتباطا لا وإنما هو شعب أو جزء من الشعب جد نسبته هو الذي قرر أن يأتي هؤلاء نحن أنا منهم يعني إلى البرلمان بهذه الطريقة وهم يعرفون بأنه البرلمان قائم البرلمان والدولة العراقية والحكومة قائمة على المحاصصة السياسية وعلى توزيع الحصص والمغانم والاتفاقات فيما بينها يعني لا يوجد هناك معيار لا للكفاءة ولا للنزاهة ولا للمهنية ولا للحرفية على الأطلاق هذا هو خيار العراقيين للأسف الشديد أما الذين قاطعوا أيضا هذا هو خيارهم لأنهم قرفوا من العملية السياسية وهذا المسار الذي نسير به منذ عام 2003 حتى الآن وعلينا أن نقبل لا أن نعترض ويعني ننزعج مما يوقع ملف إكمال الكابينة الوزارية أستاذ فائق يعني ظل من الملفات العالقة يعني كل يوم نسمع تصريحات من قادة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية بأن الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء أو الأربعاء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي يعيد رئيس مجلس الوزراء الكرة في ملعب الكتل السياسية من المقصر في عرقلة هذا الملف ملف إكمال الحكومة حتى الآن بصراحة اثنين هم الكتل السياسية ورئيس الوزراء وهذا ملف يعني اسمح لي أن أصف بأنه أصبح يعني أستخدم هاتين الكلمتين بمسؤوليتي أنه سخيفا وتافها لماذا؟ شلون سخيف وتافه؟ لأنها ليس أول مرة أنه تتعطل الحكومة وما تكمل الكابينة الوزارية هذه كل الوزارات وكل الحكومات التي شكلت ودائما كان الصراع على هاتين الوزارتين الدفاع والداخلية فهي إذن ليست سابقة وليست أول مرة ولذا أنا من أوصفه بأنه سخيف وتافه بناء على التجارب السياسية الماضية يعني مستمرة وحتى بالحكومة القادمة أبشرك أيضا أخاف تعول على الدورة القادمة بأن الملف سينجز لا لأن هاتين الوزارتين وغيرها طبعا بيها أموال طائلة وعقود وفلوس وحصص فالكل يريد أن يتغانم ستفايف تقول إذن المسؤولية تقع على الطرفية بالأمكان آسف للمقاطعة وراهن على رحابة صدرك هل بالإمكان توضيح كيف تقع المسؤولية على الطرفين؟ الطرفين الأول يعني رئيس الحكومة لا يمتلك الشجاعة الكافية ويفرض على الكتل ويقول هذولا مرشحية المستقلين اللي أنا أختارهم وأنتم كيف كون بالبرلمان حتى لو متوافقون عليهم مفروض يجرأ ويتقدم بس هو يبدو أنه مرتاح سأتحدث عن رئيس الوزراء بعدين على الكتل يبدو مرتاح وسعيد جدا أنه هو يمارس سلطات وزير الدفاع ووزير الداخلية بالأضافة إلى سلطات أخرى وبيده كل شيء وقبله كان أيضا نفس الوضع يعني بالحكومات السابقة فرئيس الوزراء لا يريد يضحي بأي حقيبة وزارية من هذه الحقائب المعطلة الأربعة يعني يقول لك صار ما صار تفقوا ما تفقوا خليهم إلى جهنم وبئس المصير ما يتعلق بالكتل الكتل طبعا صراع إرادات كل واحد من عندهم يريد وحصص هاي حصتك وهاي حصتي والآن ما جاي يقدمون أشخاص هم فعلا يستحقون هاي المواقع وهاي المناصب وإلا شنو العراق خلم الناس ذوي كفاءة ومهنية وحرفية وعدهم تاريخ وناصع كل اللي نسمعه بالإعلام نصبح للليل الحديث عن الفساد وعن مكافحة الفساد ومجلس أعلى للفساد ومعرف شنو هذا هاي كلها كاذيب لأنه ما ممكن شنون تعيش الأحزاب والكتل والتيارات وكل واحد عده عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين نائب بالبرلمان ما تقل لي شنون تعيش إذا ما يسيطرون على الوزارات والعقود والأموال ولكذا فيردون الشخص اللي يستجيب لهم وينطيهم اللي يردون الطرفان يتحمل المسؤولية الكاملة لا يوجد طرف يتحمل مسؤولية أكبر من الأخرى نعم استفايق يعني اليوم قرأنا تصريحات للدكتور إياد علاوي يرى فيها أن البيئتين السياسية والاقتصادية في العراق ما زالتا غير طاردتين للإرهاب تصريح لسيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة يدعو إلى إعادة النظر في هيكلة الدولة وإعادة النظر في التشريعات لماذا الآن هذه التصريحات وبهذا الشكل وزين هو يعني البرلمان راح يحقق هذا الشي من هو اللي يعيد النظر بالتشريعات وبكل اللي جاي يجري بس أريد أعرف اللي يعيد النظر منه هل هي جهة مستقلة راح تأتي من الشارع غير اللي موجود بالبرلمان أم نفس الكتل وهذه الكتل عدها وزارات لو ما عدها وزارات هاي الكتل ممثلة بالحكومة لو ما ممثلة الجواب ممثلة فإذا لا نعول عليها بغض النظر أنت ذكرت الآن طرفين وأنا ما عندي أي مشكلة مع هذين الطرفين لا وإنما بقية الأطراف الأخرى مع الجميع أتحدث الكل يتحمل المسؤولية فلذا لا يمكن التعويل على أي إصلاح هاي ليست يعني حالة يائسة أو خطاب إنسان يائس أو كذا لا بالعكس مرور عام على الانتخابات أنا واحد من الناس أصلا متندم على صرف كل درهم على مثل هيتش انتخابات أفرزت هيتش واقع سياسي اللي ما جاء يتغير بشكل جذري وكامل ولذا لا إصلاح لا قضاء على الفساد لا أحد سوف يسجن لا أحد سوف يلاحق سيستمر الوضع إلى يوم ويبعثون ما لم ينتفض الشعب العراقي انتفاضة حقيقية ويخرج جميع للانتخابات ويأتي بأحزاب وشخصيات ووجوه جديدة يعني محترفة وليس وجوه فقط أنه تغيير شكلي بالأشكال ولا والشعب يغير حتى الكتل حتى الأحزاب هذا ما مؤمن من الشعب العراقي ما رح يصير لا يوم ولا بقى البعض ربما يعتقد في كلامك خيبة أمل للمواطنين يعني أنت تقول أنه يا مواطن عراقي انتظر ثلاث سنوات إلى أن تجرى عملية انتخابية جديدة وإدفع بمرشحين غير هؤلاء مو طويلة ثلاث سنوات والله أقل أنتظر ثلاثين لا والله أقل أنتظر ثلاثين سنة لو يصير تغيير لو ما يصير تغيير يعني التغيير هذا اللي تأمنناه بالألفين وثلاثة انتظرناه أربعين سنة والآن تريدني أقل بس ثلاث سنوات حتى أخدع يعني حتى تريد أزرع الأمل أنه أقول لهم إيه والله راح نغير لا راح نغير ولا راح يصير شيء والأصوات التي تدعو إلى التغيير الحقيقي وهي صادقة معدودة على عدد أصابع اليد إذا كلش أريد أبالغ على عدد أصابع اليدين أما أنه أخدع شعبي ما عدي استعداد يعني كل اللي يسمعوه بالإعلام مرة ثانية كل اللي يسمعوه بالإعلام من إصلاح كل كذب في كذب في كذب لا أساس له من الصحة وعليهم أن يقبلوا بهذا الأمر الواقع أو يغيروا مستقبلا مو بالثلاث سنوات القادمة لا يجوز بعد بالثلاثين سنة القادمة واضح جدا دعنا ننتقل استاذ فايق في الملف الأخير إلى ملف إيران وأمريكا هل سينجح برأيك العراق في النأي بنفسه عن تبعات الأزمة بين واشنطن وطهران هل هناك مناطق رخوة برأيك في الموقف العراقي يمكن أن تسبب مشكلة للعراق شلون وين هنا بنفسه هو العراق هو الساحة للصراع ليس فقط هو ماكو صراع ما بين إيران وأمريكا لكن هو الساحة لكل الصراعات يعني الحكومة تقول أنها ترغب في ارنأي بنفسها عن هذه الصراعات هو سأ وشلون تقدروا الضغوط موجودة من أمريكا كو حكومة هي الحكومة من وجابها جابتها أمريكا وإيران بالدرجة الأساس إيران ثم أمريكا بالدرجة ثانية قبل كانت أمريكا هي اللي يجيب الحكومة وإيران بالدرجة ثانية الآن يعني من سنوات من يوم اللي طلعوا الأمريكان من ألفين ودعش لحد الآن الساحة خالية لإيران هي التي تأتي بغيارة بز الحكومة يوم عود عد حنب بالبرلمان إيران هي موجودة حتى بانتخاب رؤساء اللي جاء النيابية بالتأثير على البرلمان بتمرير بعض المسائل لا ما ممكن وين تصفية حسابات يعني انت سمعت فيديوم بأنه إيران كانت ساحة لتصفية الحسابات ما بين أمريكا وإيران أبدا ما ممكن دائما العراق هو ضحية لأنه هو الخاصر الرخوة هو المنطقة الرخوة هو اللي يعني باقي وقابل بهذا الواقع المرير اللي جاي نعيشه فجاي ندفع ثمن من ألفين وثلاثة لحد الآن ولذا سوف ولا يتغير أي شيء ولن ينأ بنفسه لا العراق ولا الحكومة العراقية ولا أبدا وكل هذا مراهنات رئيس وزراء يجيبه هو تابع لكتلة متأسسة لا أغلب خلي أقول حتى أكون أدقي يعني أنه كانوا تابعين الإيران بالدرجة الأولى ومنهم من هو يعني مع أمريكا فلذا لا أتوقع الحجد الشعبي على الأطلاق في شأن الملف نعم استاذ فايق الحجد الشعبي اليوم أحد قيادي قال بأن الحجد أو فصائل الحجد ستلتزم بموقف الحكومة العراقية في إطار يعني سياستها إذا هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة كيف تعلق زين هو الموقف شن هو خلاع عرفة أو المرة حتى هو يلتزم به إذا أمشي على التصريحات اللي يصرح بها رئيس الوزراء أو الحكومة لا يوجد موقف أبدا أما إذا هو عنده موقف أصلا بداخله خلي قلي شن هو حتى أقول إيه والله راح يلتزم به وما يقدر الحجد الشعبي يعني هو صدام وبطولاته وعن ترياته يوم اللي طبه إيران ما حتقدر يوقف يوم اللي طبت أمريكا للعراق ما حتقدر يوقف بوجهه فهذا كل يعني كلام ومؤلم ومؤسف وترى والله أستاذ محمد علي يعني بأمانة وأكون صادق وياك ويا الجمهور ترى يأسنا من كل تحليل ومن كل حاجة شواء لأننا جاي نشوف التجارب أمامنا هسين كل كنا متأملي أيام المعارضة كل فكان هباء منثورة ما تحقق شيء أبدا ولا راح يتحقق بالمستقبل أنا أبا عن التحالف البدلي الديمقراطي يا الأستاذ فائقة شيخ علي شكرا جزيلا لك